موسيقى 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 إنه 30 يونيو كان يوما من أيام الله وعلامة من علامات شعب يأبى إلا الحياة بكرم خرجت الملايين من كل مكان تهدف موسيقى ولأن جيش الشعب لا يخضله أبدا إحنا إيدينا تتقطع قبل ما تتمثل انتصرت مصر وبدأت تاريخا جديدا من قلب الأحداث من بين سطور الأسطورة الخالصة نبحث ونفتش عن من كانوا هناك راهنوا على أن المستقبل لمن يبحثون عنه قرروا مصيرهم واختاروا طريقهم وشدوا الرحال إلى وطنين نوثق معا شهادات من صنعوا الحدث حتى تعرف الأجيان القادمة أن بمصر رجال حافظوا على العهد وصانوا الأمانة موسيقى معكم نستعيد أيام المجد نحكي ونتحاكى عما جرى لوجه الوطن 30 يونيو شهادات للتاريخ موسيقى أهلا بكم شاهدنا اليوم على 30 يونيو أيام المجد والكرامة هو المخرج الكبير عصام السيد موسيقى عصام السيد مقرر لجنة المصرح بالمجلس الأعلى للثقافة هو مخرج مصرحي أثر الحركة المصرحية المصرية والعربية بنشاط متصل كمحترف منذ تخرجه في عام ألف وتسعمائة وأربعة وسبعين وحتى الآن وذلك على مستوى الإخراج المصرحي والنقد والتدريب والإدارة أخرج ما يزيد عن الستين عملاً مسرحياً منذ عام ألف وتسعمائة وواحد وثمانين وحتى الآن في مصرح الدولة والقطاع الخاص والتلفزيون والاحتفالات القومية قدم عروضاً عديدة للقطاع الخاص تميزت بعدم الإسفاف وبوجود موضوع ذي قيمة وضحك هادف وقدمت أعماله في عدة مدن وقرى مصرية كما مثلت أعماله مصر في عدة مهرجانات عربية وعالمية حصل على العديد من الجوائز وتم تكريمه من عدة جهات رسمية وشعبية مصرية وعربية حيث حصل على جائزة الدولة للتفوق في الفنون في عام 2013 كان له دور بارز في ثورة الثلاثين من يونيو بمشاركته في اعتصام وزارة الثقافة وقتها وأصدر كتاباً تحت عنوان اعتصام المثقفين الطريق إلى الثلاثين من يونيو وكان يروي فيه أسرار اعتصام المثقفين ضد وزير الثقافة الإخواني قبل ثورة الثلاثين من يونيو وتفاصيل الشرارة الأولى للثورة التي أطاحت بحكم جماعة الإخوان الإرهابية أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك حابب أن نسجل هذه الشهادة لحضرتك على ثلاثين يونيو بمنطق المسرح يعني بمنطق المشاهد المتتالية لكن قبل مروح ليه المشهد الأول ناس كتيرة لما بتعمل قراءة ليه ثورة الثلاثين يونيو بتميل أنها كانت ثورة ثقافية بالأساس يعني المحرك لها مجموعة من الأفكار مش المطالب الفقاوية أو مشاكل مثلاً فيه بالأكل في الشرب حتى فيما يتعلق بالأسباب اللي دعت ليه 25 يناير لأ أن دي ثورة حركتها أفكار هل تتفق مع الرأي ده؟ أه طبعاً هم مصرين صاروا لأول مرة مش عشان فعلاً زي ما حدك قلت زي عشان أكل وشرب هم صاروا عشان هويتهم هم حسوا أن طبيعة المصرين بتتغير بيتفرض عليهم طبيعة أخرى وبالتالي كانت هذه الثورة ثورة يعني فكرية وثقافية بالأساس والاتجاه فيها أنه كان الناس بتحاول تحافظ على طبيعتها على حياتها على نمط حياتها مش بتحافظ على أكل عيش بس هم فإذا الفكرة هي لحركة الناس الفكرة هي لحركة الناس فعلاً طيب نروح للمشهد الأول يعني المصرح بتفتح على حضرتك قاعد بتقرأ في كتاب تقرأ في كتاب عشان اسأل حضرتك أنه معرفتك به هذه الجماعة كانت سابقة لتلاتين يونيو بكثير لأنه في بعض المثقفين خضئوا وبعضهم قال تاب والله ندين فرصة بعضهم قال نتعاون معهم لكن حضرتك من اللحظة الأولى وإحنا شايفينك في هذا المشهد بتقرأ قرأت عن هذه الجماعة إزاي تكونت فكرتك عنهم وكنت شايفهم إزاي؟ والحقيقة الهوية القراءة وخاصة في التاريخ يعني هواية غريبة جانب الإخراج المصرحي فالحقيقة أنا يعني من فترة كنت قاعد أقرأ عن الجماعة وخاصة أنه في فترة قبل 25 يناير كان فيه نوع من أنواع التعاطف مع الجماعة بشكل غريب شوية وكان فيه كثير من المثقفين وخاصة اليساريين كانوا يقولوا لا دول جماعة طيبين لا دول ندين فرصة حاجات كده أنا شخصيا كنت شايف أن المسألة لها علاقة بأنه هذه جماعة كلما ظهرت إلى السطح ظهرت معها محاولة التغيير الهوية في الشيء كده يعني ثم هي كامنة فما تقدرش تعرف حقيقتها لكن لما بتظهر كان فيه نموذج باكستاني قبل ما يمسكوا الحكم بالنموذج الباكستاني ده عمل شوية حاجات بمجرد ما الإخوان يبتدوا يظهروا على الساحة يبتدوا يعملوها نفس السيناريو وكان عوصل فيه باكستان بالزبط نفس الباترون يعني أنه يجي مثلا عشان يموت الثقافة يعمل ايه؟ هو ما يكلمكش إنما هو يروح مقل الميزانيات حاجب شوية حاجات مصعد فنون ليس لها علاقة بالفن الحقيقي يعني يقولك الخط مثلا نهتم بالخط العربي أشياء من هذا القبيل هم مجرد ما يمسكوا العمل ونفس السيناريو بالزبط لأول مرة مثلا إنه الميزانية بتاعت البيت الفني من المسرح تخلص في شهر يناير اه معاول اه يعني سبعة بتحصل الميزانية بتاعت الدولة سبعة تبانية تسعة عشرة حداشر اتناشر يناير مكانش فيه مفنة خلاص خلصنا وقفنا وبقاش فيه مسارح مش هرجالة فدي دي أشياء أعطتك لقط إنه ده تكنيك هما بيشتغلوا بيه بالزبط اه تكنيك بيشتغلوا بيه إلى جانب بقى القراءات الكتير جدا عن الجماعة كتب زي دكتور رفعة السعيد زي حلم النامنام يعني فيه زي زي سروة الخرواوي يعني فيه كتب كتير جادة كانت مهمة قوي الواحد قراها فبقى متوجس من الجماعة فده ده المعرفة يعني ده الأساس وإحنا برضو مازلنا في هذا المشهد وحضرتك يعني ليك باع كبير جدا في إخراج المسرحي فكرة الخيال ليه دايما الجماعات الإسلامية ومنها جماعات الإخوان المسلمين بتشعر إنه هما في حالة خصام بينهم وبين الخيال يعني ما بيظهرش منهم مبدأ ما بيظهرش منهم لإنه أيما الجماعات المغلقة دي أيما على الطاعة على الطاعة طاعة المطلقة عمياء وبالتالي الطاعة ما تخلكش تفكر خارج الصندوق خالص لازم تفكر جوا الصندوق هذا واحد يسويه اثنين وخلاص ما فيش إنه احتمال الواحد ده يبقى ثلاثة هي قاعدة وخلاص وخلصت وبعدين أحيانا بيحسوا المندمجين في هذا المضمار أيما كان بقى أي نوع من أنواع الجماعات فيها الطاعة المطلقة دي بيحسوا إنه عيب يفكر ما يصحش يفكر لا هو عنده الحلول جائمة في عادي تاني بيفكر له وهو يسمع الكلام قال فلان كذا فيبقى هو كذا ما فيش احتمال تبقى مش كذا دي تبقى كذا التانية لا يعني لدرجة إنه حتى الخلافات الفقهية عندهم محصومة في مذاب وخلافات فقهية كتير جدا لأنه تفسير بشري لدين سماوي لكن هما عندهم ش كده هما عندهم التفسيرات بتاعتهم هي دي المستقرة والسابتة ولا يجوز منقشتها أتعرف حضرتك أكيد إنه هما كان اليوم محاولات في الأول كده إنه يعملوا مسرح أي وكان يعني الفنان عم من المتبولي شوية اشتغل معاهم الفكرة دي هما فشلوا فيها بالطبيعة يعني يعني ما يدروش يعملوا يعملوا الفكرة دي آخر عرض عملوه كان قبل حكم الإخوان بفترة بسيطة جدا أعتقد كان في مسرح في صندة في صندة يعني ما كانش فيه ستات في العرض وكان خطابي جدا آن آآ مباشر أوي أوي يعني يعني ما فيهوش فني يعني Quartz آآ دعائي يعني فن دعاء خطبة جمعها آآ يعني كده وأعتقد إنه يعني ما كانش فيه نوع من أنواع الصراع هيى الفكرة الوحدة المصرح إصليه قائمة على الخلاف المممممممممم اكتلاف اني لازم يبقى فيه صراع افكار مفيش عندهم هو صراع افكار هي فكرة محسومة اه بالزبط يعني هو هو بيقوم على التلقيب هو جاي لقن المشاهد بالزبط كده فبالتالي ده ما ينفعش في المسرح مسرح قائم على الديمقراطية يوم ما معندهمش اسمها الديمقراطية ده كلام حرام كفر كفر ايه 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 طيب هاخد حضرتك يبقى ده المشهد الاول في فكرة انه يعني وانت بتارك كده فما عرفت الاخوان من ايه طيب حاجة هتجاوز الفترة بتاعت يناير وصعودهم في البرلمان لكن المشهد التاني اللي هنقرأ منه الاحداث مشهد عالف اليمين بتاع محمد مرسي في مدان التعرير اه انت شفته ازاي كمخرج يعني شفت هذا المشهد ازاي كمخرج والله انا 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 يعني يعني ارجل المحدش يزعل منه انا شفته مشهد كوميدي الحقيقة كوميدي اه كوميدي اه لانه مفتعل الى درجة انه بقى كوميدي مفتعل جدا يعني حد بيفتح الجاكت وبيعرض نفسه للرصاص اه في حين ان كل الموجودين انصاره صحيح ما كانتش وباين تحت القميص اللي هو انا مش لابس قميص واقي اه 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 بالزبط فكوميدي طبعا يعني يعني حد حد بيعني بيحاول انه يبدو زكيا لكنه مكشوف اوي اه فده ده بيصير الضحك عندي يعني انت من اللحظه الاولى شفت ان انت امام رئيس كوميدي اه رئيس كوميدي و اه لا ده دي حاجات تانية بعد كده اه حاجات تانية اللي هو يعني اكدت لك الكوميديا اه لكن هذا المشهد في ميدان التحرير لحلف اليمين ترأيت امامك مشهد هزلي هزلي طبعا الى اه طبعا طيب اه هسأحك عن المشهد التالت اللي هيبقى مدخل لانك ايه اللحظة اللي انت ادركت فيها انه هذا النظام لن يستمر وانه ضروري ان يكون هنا التحرق هو حصل انه في فترة اه بعد ما صدر قرار بانه اه مجلس انتخابات مجلس الشعب باطلة وانه لازم يعاد انتخاب مجلس الشعب توقعنا عشان جبهة الانقاذ قالت مش هتخش الانتخابات هتقاطع الانتخابات توقعنا كل الناس توقعت ان هما يعملوا وزارة اقتلافية او وزارة يعني من التكنقراط تشرف على الانتخابات علشان تبقى انتخابات صحيحة وما حصلش فيها اي نوع من انواع الطعن بعد كده فحصل تجيير وزاري فعلا اه احنا بنتكلم هنا على مايو بقى مايو بالظبط كده مايو اه فحصل بالفعل تجيير وزاري هذا التجيير الوزاري للأسف خيب كل التوقعات لانه يعني ما خلاش حد من برا الجماعة او المتعاطفين معاها الا اللي بقى موجود في الوزارة بقى في الوزارة واللي اثار حفظت المثقفين اوي اوي انه جاننا وزير ثقافة لا يعلم عنهم حد على عب عزيز اه ما حدش يعرفه احنا عدنا ندور على السيفي بتاعه ما يعني خالص ما كانش حد من ما كانش حد يعرفه من المثقفين المصريين وفانين المصريين يعرف ده مين الا قلائل قلائل اللي هم اه عارفين مشاكله في معد السنين اه لكن غير كده مفيش اه يعني وبعدين لا ليه نشاط فني ولا ثقافي ولا انتاج علمي ولا انتاج علمي هم مكتبين اساسا الطبعه في سوريا الكتابين دول رسالة الماجستير ورسالة الدكتوراه اه فقط يعني مش حاجة اه يعني انتاجه العلمي بعد الدرجة مفيش مفيش متوقف واساسا اول ما ابتدت الناس تدور على السيفي بتاعه اتضح انه في السيفي بتاعه في مشاكل راجل واخد الدكتوراه بعد سن السبعة وربعين وده اه منتخل في قانون الخوارين جابعات غريب يعني مخالف اه خاصة انه هو في الاكاديمية في الاكاديمية يعني اه مش واخد دكتوراه من بره فممكن ياخدها ان شاء الله ياخدها بعد السبعين اه لا لا ده 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 هو سطاف اه كان المفروض انه في في فترة في فترة محددة لازم ياخد فيها الدكتوراه فامغام. بعدان اترفت في فترة. threatة مهم. وبعدين رجع بحكم القضائي. يعني حاجة كده. اه اصيرة اصرت فيها لبش يعني. يعاني. في اه ضد. وبعدين مع البحث اتضح انه هو كاتب مقالة هذه المقالة هي اللي اه يعني صعضته. اه هذه كانت عن ايه فن. قلها اجتيمة في المثقفين. اهم. ان احنا يعني مش احنا المثقفين دول المثقفين مكاتب. ما يفهموش في السياسة. ما يفهموش في بتاع. وان الاتجاه بتاع الاخوان ده عظيم وبتاع. لكن احنا اللي مش فهمين. احنا اللي جهلة. احنا. احنا مش عافين نركب. اه. بالضبط كده. اه. يعني يعني فكان المقال ده كأنه اوراق اعتماد. بالضبط كده اه. وبعدين حد من من اليسار الى اه حزب اه اسلامي اه منغلق اه تحت التأسيس اه يعني يعني كل المعروف عنه ان هو حزب متشد. اه. اللي هو الحزب اللي بينتمي ليه. اللي بينتمي ليه. فنقلة غريبة اوي. اه. فده كان اول نقطة بالنسبة للمثقفين. اه. بالنسبة للمثقفين. اه. اول تساؤل مين اللي جاب ده وليه. بس هنا قبل ما ايو فندي يعني هنتعقف عند مشهد انه في وزير اخواني يجيه ليه وزارة الثقافة. اه. بس قبل هذا المشهد او عليها مشو. كانت في محاولات ليه مش عايز اقول تدجين. اه. ولكن احتواء الثقافة والمثقفين. يعني اخوانة الثقافة. اه. المصري. وحضرتك شاهدت بعض هذه المحاولات قبل ما نوصل ليه انه يبقى خلاص وزير اخواني بشكل معادي. كانت هزي التفاصيل اللي حضرتك رسطها ايه? اه. لا هو التفاصيل اللي بقول لها ديك اللي هي. اه زي مثلا. الستايل الباكستان. اه. زي زي ميزانية المصر. اه. الطريقة الباكستانية دي. اه. في انه اه يعني افل الفنون دون ان تغلق. اه اه. يعني حصرها. حصرها. اه. انما اللي حصل بقى بالفعل مسألة الاخوانة دي يعني ظهرت ووضحت جدا مع اه وجود اه علي عبدالعزيز. اه. يعني ده 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 كان بداية فعلا اه تصرفات واضحة وصريحة لاخوانة الصقافة. طيب. ده مشهد كده ان انتم عرفتم انه في وزير اخواني جاي. اه. هذا الاختيار كان وراه حراك في مجموعة من الاجتماعات واللقاءات والقرارات. ايه. انه على طول كان تقريبا كان تاني يوم اه انتم وعملته اجتماعه هارك كنت موجود في في اكاديمية الفنون. ايه. لا ما كانتش تاني يوم كان بعدية بفترة بسيطة او. اه اه اه. كان الاجتماع ده هدفه ايه. لانه كان موجود في الدكتور سامح مهران تقريبا. اه اه. دكتور سامح مهران. كان موجود حسين فائم. كان مين موجود وكان ايه فاح وهذا الاجتماع. اه الحقيقة الوزير الاخواني اول حاجة اول تصريح صرحه انه جاي يحارب الفساد في وزارة الثقافة. اه. وفي اكاديمية الفنون. اه اللي هو طالع منها. اللي هو طالع منها. هو بينه. دي كان اشارة. اشارة ليه بقى? هو كان بينه وبين الدكتور سامح مهران قبل الوزير مشاكل ومتحول هو للنيابة الادارية. النيابة الادارية? اه. ده كان وزير سواب ايه. ايه. اه. اه. متحول للنيابة الادارية لانه حاول الاعتداء على اه رئيس الاكاديمية. اه الاعتداء البدني? ايه. اه. وحديف اعرابيتم والطماطم وحاجات كده ومساهمة دي. وبالتالي. لو نعمل اختيار يعني. ها. يعني يا جايبين يا وزير حاول اعتداء بدنيا ده غير الحاجات الاخرى الى جانب الى انه يعني تصريحه بانه وزارة الثقافة مليئة بالفساد وانه هو جاي يعدل هذا الفساد وخاصة في الاكاديمية يعني كانت مسألة يعني مستفزة جدا يعني انت جاي تنتئم ولا جاي تعمل ايه بالزبط وهي السؤال هنا احنا في مرحلة مفصلية في تاريخ وطن فانت جاي تبص على مصالحك الشخصية او خلافاتك او ثاراتك كانت مسألة مستفزة وبالتالي ات عمل قبل الاجتماع ده كان فيه اجتماع تاني اه تم في مكتب احد المنتجين اه كان فيه يعني تقريبا كل الكينات الثقافية اه وكل الفعالين في الوسط الثقافي اه يعني يعني كان فيه مجموع من المنتج ده اه اه كان هشام عبد خالق اه وكان موجود دكتور محمد العدل كان موجود اه نصر عبد المنعم المخرج طب اه ممثلا لي اه اه مجموعة من الفنانين كانوا من ايام 25 يناير اه اه تم الاتصال بمحمد هاشم اه في ميرت اه 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 بصفته اه ممثل برضو لمجموعة اخرى اللي هي اه فنانين مؤدواء من اجل من طرف لترهير. اه و كذا حد بقى الاستاذة مفتعية الحد السلام وهي رحمها والفنانه مع هنا عفد كذا حد اوروحت عند شام عبد خالق في مكتب شام عبد خالق اه 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 اتaudio شائع ابقرضنا ان احنا لازم نعمل اها يعني شيء مضاد لهذا الوزير اللي جاي اه بدأ اسألة الاا اخوانه بانه بيشيل كل القيادات الثقافية اه اه ياعني كان دكتور احمد مجاهد وكانت الدكتورة واحنا نجي لوقعة الدكتور احمد مجاهد. اه يعني. هم بدأ بالدكتور احمد مجاهد. اه اه. اه. قريص? والاسباب اللي اعلنها لشيل احمد مجاهد الحقيقة انه وانتدابه خلص. انه انتدابه هيخلص. هيخلص يعني احنا مشيناه يعني قبل ياب يومين لكن هو السبب الحقيقي لشيل احمد مجاهد كان حاجة تانية خالص كان فيه ايامها حاجة مجموعة كتب التصدر اسمها مكتبة الاسرة ودي كانت موجودة من ايام مبارك وعايز اقول لحضرتك ان مكتبة الاسرة كان لها فضل كبير على ناس كتير كان مشروع هاي وفيه ناس من طوقات كتيرة جدا كونت مكتبات كاملة بالزبط بعد الثورة بعد 25 يناير اتغير مجلس الادارة بتاع الكيان بتاع ده وكاتب المقدمة ابراهيم اصلا كويس وقايل ان هذه الفكرة فكرة انه يبقى فيه مكتبة للشعب او يعني كتب رخيصة للشعب قالها توفيق الحكيم من فترة كذا في المقال الفلاني وجايب جزء من المقال اذا هو مشروع مشروع الناس اه بالزبط ماش مشروع لفرد حتى لو ارتوت في فترة باسم فرد لكن مشروع بالزبط المشروع نفسه كويس ما هو فيه ناس معرضة مثلا رئيس عبد الناصر فهي انتو استاذ العلي مثلا اه 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 فابتده هو يقول هنغير كلمة مكتبة الاسرة اه نخليه مكتبة الثورة المصرية فهو مش مدرك ان فيه في مكتبة الاسرة بيصدر كتب عن الثورة وفيه سلسلة تانية عن هيهة الكتاب تصدر عن الثورة وفيه سلسلة عن ادار الكتب والوساطة القومية عن الثورة يعني ثلاث سلاسل عن ادب الثورة اه 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 فهو مش متابعة فقال الثورة اساسا مجلس الادارة رفض رفض هذا لانه ده تكلفة مالية ضخمة جدا انت عندك كتب انت شريها وابتدت تطبع وعندك علامة مائية ما هتتحط على الولاف بتاع مكتبة الاسرة وده يساوي فلوس كتير زائد انه انه مفيش منطق لانية كانت لها خلاص باسمها مكتبة الاسرة بالضبط ليه هذا التغيير مفيش ما يدعو الى هذا التغيير يعني فابتدت من هنا المسألة انه نحس انه في حد جاي يغير ايه جاي يغير دي كور البيت اه بس اه مجرد التغيير اه لكن لا في فكر ولا في فلسفة ولا فساد ولا بتاعياء هو مجرد التغيير عشان بعد كده يتم الالغاء انه وفي فانسل للغاء مغريز فابتدا الاجتماع ده انه يكون في مكتب شامعة الخالق لازم يبقى في تحرق ضد هذا الوزير احنا بنتكلم هنا في بدايات مايو وفي بدايات مايو 15 اه فبعدها حصل الاجتماع بتاع الأكاديمية اه الدكتور دكتور مهران جوف سامح هو المدعع اليه اه ده كان مين موجود في بايا فنديم الاجتماع ده كان موجود فيه ممثلين لكل أطياف الثورة الثقافة والفنون والفنون او كان فيه حاجة سمات عملت جابة الابداع اه اه فكان فيه ممثلين اللي جابت الابداع برضو في الاجتماع دوت وحد من جابة الابداع للشعر شرنوب يطلع ارى عبداليل عبداليل شرنوب يطلع ارى اه بيان اللي جابت الابداع في نفس الاجتماع ده كان فيه احزاب بعض الاحزاب موجودة وكان فيه فنان حسين فاهمي المخرج احمد عواض انا الستاذ ناصر عبدالمنعم كان فيه مثقفين كتير جدا في هذا الاجتماع اه يعني كان خلص لهذا الاجتماع خلص لهذا الاجتماع الى انه اه الوقوف امام اي محاولة لتغهير الهوية المصرية امم ده العنوان الكبير ده العنوان الكبير هنا مكانش بقى لسه بدء فكرة انه يبقى فيه اه 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 حراك كبير جدا لرحيل نظام كله لكن انت بتتكلم على لا وكان هنا بنتكلم على محاولة اخوانة الثقافة عايزين نيوقفها اه نرفضها نرفضها اه كويس حصل اجتماع بعد كده تاني كان في نقاط الصحفين اه يعني كده الوقتي ده الاجتماع التالت تالت اه في نقاط الصحفين وده كله فندم خلال ايام خلال ايام امم الاجتماع بتاع نقاط الصحفين ده كان فيه مسقفين مصر كلهم اممم وعلى رأسهم من استاذنا العظيم الله يرحمه بهاء طاهر اه الله يرحمه اه وهو الناس كلها اخترتوا انه هو يبقى رئيسا لذا الاجتماع امم وخلص ده تمت الدعوة لي من قبل مين فن؟ من قبل المثقفين المصريين يعني جابهة الفنانين اه او جابهة الابداع وايضا فنانين من اجل التلهير امم فكل دول اتفقوا على هذا الاجتماع امم عمل نواقفة الاول قدام اه على سلم النقابة كما هي العادة وبعدين دخلنا جوه واتخذ اه قرارات امم كان ايه اهمها لو تشكر حضرتك اه اهمها طبعا كان انه لأول مرة كان هنا بيتقال انه ربط اه اخوانة الدولة برحيل النظام امم وفي هذا الاجتماع لأول مرة على المنصة والناس كلها قاعدة بتتوزع الاستمرار التمرد تمرد اه اه وضيته في الاجتماع ده بالزبط ومن هنا بدأ ارتباط ما بين تمرد وبين حرك المثقفين بالزبط كده اه اه فده كان اجتماع مهم قوي وتحددت فيه مطالبنا مش بشيل الوزير اه احنا هنا يعني اجتماع الاول كان انه احنا لازم نعمل حراك عشان الوزير بالزبط التاني ان انت ضد اخوانة الثقافة بالزبط التالت ان انت خلاص بقى انه رحيل النظام لانه هو النظام ده عازم على اخوانة الدولة كلها فانت عازم على فكان الحقيقه يعني كان فيه حالة انا اسف في اللفظ حالة غباء اه ما هو انا بقول ربي انا بقول دايما ان ربنا رزقنا بغباء الاخوان انه غباء الاخوان كان رزبا ايه حقيقه لانه كان قدمه مؤشرات كتير جدا اه لكن يعني الحمد لله انه ما ما انتباهوش طيب خلينا نتوقف عند الاجتماع ده ونروح بعد الفاصل ليه لانه ما فيه مواقف يعني الموقف اه اللي حصل بعد اه اخراج احمد بجاهد من هاية الكتاب واللي حصل بعد اخراج الدكتورة نسعب دايم من الابرة او اللي غاية انتدابها يعني ولانه دا رتبط به حالة من الحراك فيه اوساط المثقفين بس اسمح لنا انه دا يبقى بعد الفاصل فاصل ونعود لتوثيق هذه الشهادة على 30 يونيو ايام المجد والكرامة مع المخرج الكبير الاستاذ صامسي موسيقى اهلا بكم من جديد نستكمل سويا توثيق هذه الشهادة على 30 يونيو ايام المجد والكرامة مع المخرج الكبير الاستاذ عصامسي اهلا بحضرتك مرة نافرة يعني احنا وصلنا انه 3 اجتماعات خلال ايام اهلا طلعنا من هذه الاجتماعات لو كان اخرهم في نقابة الصحافين بانه لا المثقفين مش بس بيواجهوا اخوانة الثقافة ولكن هما بيطالبوا بيرحيل هذا النظام طيب حصل حاجات لانه هنا الوزير الاخواني يبدو انه ده فجر الازمة بشكل كبير جدا ووعي المثقفين المصريني ممكن كان اعلى من فئات اخرى فالحراب بتاعهم كان اسرع بان مثلا لما خد قرار بتغيير رئيس هاية الكتاب دكتور احمد مجاهد وحرارك برضو شفت ايه اللي حصل ورد الفعل على هذا القرار كواليس هذا القرار وما جرى كان ايه هو بدأت المشكلة بانه طلع من ضمن القرارات اللي قالها او يعني اعلنوا برنامجه يعني انه هيغير اسم مكتبة الاسرة الى مكتبة الصورة اه 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 رد الدكتور احمد مجاهد على صفحيته على الفيسبوك بانه مكتبة الاسرة دي لها مجلس ادارة والمفروض المجلس الادارة ده هو اللي يقول اذا كانت تتغير ولا لا او انه ما ينفعش حد لسه جاي الوزارة يعني يقعد الاول مع المسؤولين بعدين يشوف ايه اللي ممكن يتغيره كده وان ده يصاحبه تكلفة مادية ضخمة جدا اه واجتمع مجلس الادارة ورفض اه مسألة التجيير رح هو اه قرر انهاء ند اه دكتور حمد مجاهد طبعا في موظفين كتير ثاروا على هذه المسألة وحصل انهم قطعوا كورنيش وراحوا لمكتب الوزارة في شجرة الدرقة وحصلت مشاكل ما بينه وبين الامن في الوزارة وحاجات كده كتير جدا وكان واضح انه بيخلص من الرموز الثقافية اللي موجودة بعدها راح برضو عامل مشكلة في هيئة الكتاب في در الوثائق القومين وراح شايل برضو رئيس الدكتور ناصر كان وقتها دكتور عبو حد نبو موجود كمان في در الوثائق اه في در الوثائق يعني كان واحد المسؤولين في در الوثائق اه بس هو شال الدكتور ناصر حسن باعتبار انه كان فيه شكاوى الشكاوى دي كانت تقاصة بدر الوثائق قبل ما يجي الدكتور ناصر فكانت مسألة جريبة اوي لا وهما كانوا عايزين يطلعوا وثائق من در الوثائق بالزبط يعني كانوا عايزين يحصلوا على وثائق معينة بالزبط لدولة بعينها وكانوا عايزين اه 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 لان در الوثائق لو الجمهور ما يعرفش يعني تضم جميع خرائط مصر اه بالزبط للعصور جميع اتفاقياتها جميع اه فيه سجلات محفوظات من زمان جدا موارس وعائلات وأوقاف تحقيق هم كان عندهم رغبة ان هم يعني فيه وثائق بإنها كانوا كانوا عايزينها يعني فبعد كده فدي المشكلة التانية المشكلة التالتة بقى كلنا لسه منتكلم على الجبائق اه اثناء يوم الاجتماع اللي كان في اكاديمية الفنون مع الدكتور سامح مهران طلعت اشاعة انه هيشيل دكتورة يناس اه من القبرة من القبرة فحصل شبه اعتصام في القبرة هم فهو قال لا انا مش نواش له ما يعني لما لقى الاعتصام اه فدي بروفا هم فيعني انت شفت بعديها بحوالي عشرة يم رح شيلها فعلا هم كان كواليس بقى لان وقتها الاخوان كانوا بدأوا يطلبوا حاجات في القبرة غريبة يعني ايه اه حبلها بيومين حد طلب إلغاء البلية هه البلية عشان بيلبسوا قصير هه وانه ما يصاحش ولد بيشيل بنت اه فده ما ينفعش شوف يا دكتورة انا شايف ان في فعاليات فنية واعمال فنية بيصرف عليها مبلغ كبيرة من دار الأوبرا وما بتحققش العائد منها او بتجيب اي ارباح من التذاكر يعني مثلا البلية مع العلم ان حضرتك عارف ان الهوية للشعب المصري هوية اسلامية تقدر يا حضرتك تقول لي المصريين لا بيحبوه ولا بيفهموه بيزومها ايه الفلوس اللي بتتصرف على البلية تقدر يا حضرتك تقول لي كام واحد بيتفرج على كسرت البندق والله تاجر البندقية تاجر البندقية اشوف يا فندم المصريين القدماء استعملوا الرأس التعبيري علشان يصنعوا بيه حواديت وحكايات فيها مواعز وينقشوها على جدران المعابد المصرية القديمة الفرعونية ودي هوية من هويات مصر وبعدين في ظل تنامي الطيارات الرجعية المتشددة المتطرفة ما اعتقدش ان فيه حد حيوافق على الغاء البلدة الا اذا كنت السياد تكنوي تلغيه لا 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 اطلقا انا ما قلتش كده انا بس كنت عايز نستغل للقاعات والمسارح الكتير اللي موجودة في دار الأوبرا ان احنا نجيب منها عائد مادة سريعة عند حضرتك مثلا ممكن نأجرها للشركات للأعزاب السياسية للطيارات اللي موجودة ولليها فعاليات كتيرة جدا اليومين دول هي الأوبرا صلاحة هي ومسارحها الحقيقة مش قاعد أفراح احنا ما بنأجرهاش بالساعة دكتور انا مش عارف اقولك ايه انا كان ودي ان انا اساعد في ان انا ادافع عن دار الأوبرا المصرية الأوبرا يا فن مش بحتاجة حد يدافع عنها خالص اي أوبرا في العالم الحقيقة هو بش ذات الأوبرا المصرية على فكرة يا دكتور اللي بنى الأوبرا المصرية الخدو اسماعيل سنة 1869 يعني من 140 سنة او اكتر ما كانش حسن البنت ولد وقتها عن اذنك انا كنت عرفت وقتها انه انه هما كانوا عايزين المرشد يعمل لقاء سبوعي في المسرح كبير يعني يقدم درس في المسرح كبير وعملوا ده في اثور الثقافة اه ابتدت الاوقاف تستولى على اثور الثقافة اه و اثور الثقافة بدل ما تقدم فن و تقدم ثقافة و كده موعظ ياريت و تبيعيش مدعا طبعا كانت مسألة غريبة جدا ما دال دال طابع الباكستاني انك يعني تخلي الاشياء هو مش عايز الثقافة هو مش عايز الثقافة يعني على هامش المشاهد اللي احنا ماشيين وراها دي هل الجماعات دي هي تعرف يعني مصر اصلا يعني تعرف الدولة دي ايه متركبة ازاي الطبقات اللي فيها ايه العصور اللي مرت بها ايه ثقافة يعني هل الجماعات انه يحول قصور الثقافة الى اماكن يبيع فيها العيش العيش مهم صحيح وسليل اماكن بتاعته يعني هذي الجماعات هل تعرف مصر هل تعرف البلد دي هل تعرف الشعب ده اكيد لا لان حلمهم مسألة الخلافة اه مسألة الخلافة دي يعني مفيش حاجة اسمها شعب في حاجة اسمها امة احنا بعضها كده اه يعني يعني لا فضل لكذا على كذا وكده يعني المسألة بقت مفيش حاجة اسمها قومية مهم مفيش حاجة اسمها هوية مهم الحاجات دي عيب اه بالنسبة لها طبعا في حاجة اسمها مسلم اي مكان بقى باكستاني هندي لبناني مصري سعودي مسلم على بعضه مهم لكن مفيش حاجة اسمها دولة مفيش حاجة اسمها هوية مفيش حاجة اسمها ثقافا مفيش حاجة اسمها طابع بتاع شعب مفيش حاجة اسمها شخصية بتاع الشعب مفيش الحاجات كلها يعني دي دي من باب المحرمات بتبعت عدرتك وقتها ازاي الدعوات لانه هما كانت الجماعة ثم الجماعات المتطرفة الاخرى لم يتعليها يعني بتبعت ازاي الدعوات اللي كانت تكلم عن الاثار وهدم الاثار في موجة كده طلعت وغطوا وتمسلموا كلشوم يعني دي كانت متولية هتحصل شوي بشوي زي ما حصل في طالبان كده لما هدوا التمثيل بتعبوزة يعني متولية هتحصل بشوية بشوي والاسف الشديد انه زي ما حدك قلت في البداية انه في بعض المثقفين كانوا شايفين انه يعني لأ هما بس هيتطرفوا في الاول بعد كده هيعدلوا لأ سيبوهم بس شوية حاجات كده لأ هي المسألة ان ده اتجاه احنا كنا راحين على طالبان يعني بعد شوية ما كانش هيبقى فيه بقى فصل ما بين الولاد والبنات في كل المدارس وبعد شوية هيبقى نقاب وبعد شوية هيبقى ملاش تعليمي البنات خالص يعني كنا داخلين على هذا المسار لانه اي جماعة متطرفة في المتطرف عنها طبيعي اه فبالتالي حيزايد عليها طبيعي اه فهي عشان تستمر لازم تتبع هذا المزايد فشوية بشوية 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 لغاية ما ننغلق تماما ونرجع تاني يعني للعصر الحاجة طيب نرجع بقى مشاهد انه الهيئة وحصل في مظاهرات وقطعوا الطريق وراحوا للمكتب الابرة كان فيه اعتصام وهو تراجع ثم اقال الدكتورة انس عبدالدايم حين تصعيد كنت بقى كان عامل ازاي هو يعني التصعيد ده يعني كان كل شوية بيأكد لنا انه فعلا فيه مسألة اخوانا وانه المسألة مش مسألة افراد مش مش شخص احمد مجاهد ولا شخص سامح مهران ولا شخص انس عبدالدايم لا هي الثقافة المصرية بالثقافة المصرية ان دي رموز لازم تتشال علشان دول ممكن يوقفوا ضد هذا المشروع وبالتالي وحصل برضو نفس المشاكل دي في اماكن اخرى مثلا في فرون التشكيلية حصل برضو تتشال دكتور صلاح المليجي يعني يعني ابدأ بقى كل القطاعات كل القطاعات تحصل فيها دي في الابرة الحقيقة كان الموقف واضح قوي ان الناس على طول راحت معتصمة وناس لجت حفلاتها في الابرة نتاج لشيل دكتورة سلقات طول عمر خيرت اعلن الجاء حفله هاني شاكل اعلن انه مش هيتعامل مع الابرة في يوم مفروض عرض لابرة عيدة فحصل المشاركين اعلنوا وطولوا عملوا بيان وكان فيه مجموعة ضخمة من الفنانين والمثقفين موجودين في حفل رمز ياسة الفنان العالمي برضو نفس الحكاية فبالتالي يعني الابرة وقفت عروضها لمدة ثلاثة ايام وكانت عايزة ده احتجاج على القرار وكانت عايزة تستمر لكن كان الخوف من الاتي ان هو يتقال طيب الابرة قفرت بقى من نفسها اه كويس يعني ريحتونا اه ريحتونا جات منكو لكن هي هوا التلاثة ايام فنان دول مش احتجاج بقدروا مهورسالة وهم برضو الرسالة متفهمتش متفهمتش اه اه فجي بعدها بقى يعني ايه ما يشبه الانذار الانذار انه حصل يعني تجمع ووقفة قدام باب الابرة وشارك فيها بعد النشاط ما رجع بعد النشاط ما رجع وشارك فيها مجموعة ضخمة جدا المثقفين والمصريين وقادة الاحزاب وكذا وصدر بيان انه خلال ثلاثة ايام ان لم يرفع اسم هذا الوزير من الوزارة فحيحصل تصرف اخر اه كان اللحظة دي تصرف اخر ده باين ولا كان لسه مش لا هو كان يعني معروف لبعض الاشخاص مش لكل الاشخاص انه يعني لازم تبقى انت بيتحذر لازم تبقى عارف انت احتاجه اه اه لكن هو البيان ده طلع انه سيكون هناك تصرف اخر لو مرفعش اسم الوزير خلال ثلاثة ايام طب الرد الفعلي ايه ولا حاجة ولا هم هنا لا هو كمية من الشتائم اه والتخوين اه 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 واتهامات في الجرائد والقلوات بتاعتهم يعني كمية من السباب يعني فضيعة جدا اه وتقال على ناس محترمة جدا ان دول اصلهم بيأكلوا من وزارة الثقافة اه وزارة الثقافة بتسفرهم وبتديهم بدلات بيحافظوا على مكتساباتهم يعني مش فاهم يعني يعني كاتب كبير قال هي المزاحة المنحطة في الوجود كاتب كبير زي بقاء طاه الرجل عالمي انت هيحتاج ايه من وزارة الثقافة يعني ايه اللي هيحتاجه من وزارة الثقافة بالعكس هو ده وجوده بيبقى اضافة للوزارة حد زي ابراهيم عبد المجيد يوسف القعيد ناس فتحية العسال ناس كبيرة ما ينفعش يتقالها كده وما ينفعش يتقال مين دول اه وقتها بس اقول لحضرتك على حاجة يعني تعرف ان سؤالهم ده هو متسق معهم يعني هما معرفهمش فعل يعني اول الله يعني خلالما كانوا يجوا على اديب كبير او فنان كبير او مخرج كبير فقولك دول مين ودول عمل ويه هما فعل ما عرفهمش يعني مش تقليل من من المثقفين لا هو ده جاهل منه يعني يعني يعمل تسقب على نفسه في الكلام ده طب وصلنا للبيان ده اه اه فيه كان اجتماع مهم قوي في المجلس الاعلى للثقافة لانه كان برضه رئيس المجلس الاعلى امين عامل المجلس الاعلى للثقافة قدم استقالته اه وكانت الاستقالة بسبب انهم عينوا حد عليه قضايا اه المسؤول المالي المسؤول المالي للمجلس الاعلى الثقافة دون اه موافقة امين عامل المجلس اه امين عامل المجلس قدم استقالته تم اكتشاف ان فيه خطة بقى اه معمولة للمجلس الاعلى للثقافة اه كانت عبارة عن ايه عبارة عن الاتين انه تم تهميش طوال العهود السابقة للمفكرين والادباء والكتاب المسلمين او الاسلاميين اه اللي هما بتقول الجماعات بتقول الجماعات وانه جوائز الدولة طريقة الاقتراع بتاعتها مش سليمة وان تكوين المجلس الاعلى للثقافة غير سليم وانه يجب اعادة تكوين المجلس الاعلى للثقافة المجلس الاعلى للثقافة هو عبارة عن بيت خبرة اه بالتفكير صحيح بيحط الاستراتيجيات بالضبط وفي حوالي اتنين وعشرين ايامها كان حوالي اتنين وعشرين لجنة اه لجنة مصرح لجنة شعر لجنة قصة وهكذا اللجان دي كان عايزين يفكوها ويعيدوا تشكيلها مرة تانية اه من رجالتهم بقى والمتعاطفين وبالتالي حيبقى ياخدوا هم الجوائز بالضبط ويبقى ليهم بقى حضور ودبقهم ويعني اذا كانوا موجودين ونقادهم ويقودوا دول المجموعة دي اللي تقود بقى الثقافة في مصر العمل الثقافي في مصر كويس فكان فيه يعني تخوف شديد فعملنا اجتماع في قلب المجلس العالم الثقافي يعني مش عنوة بس يعني دخلنا وقعدنا ده المجلس ده بتاعنا احنا كمثقفين وبالتالي احنا هنعمل اجتماعنا فيه في هذا الاجتماع كان فيه مثقفين كتير ودباء وفنانين ومن كل الاتجاهات فنانين تشكليين على شعر على مؤلفين على مسرحيين كل الاتجاهات الحقيقة وطرحت في هذا الاجتماع لاول مرة مسألة الاعتصام اه هنا ده هنا بقت بلورة الحكاية انه يبقى فيه اعتصام للمثقفين لكن تذكر مين اول حد طرح الفترة شاب ممثل اسمه كريم سامي مغاوري كريم سامي مغاوري ابن سامي مغاوري ابن سامي مغاوري اه ده هو صاحب فكرة انه يبقى فيه اعتصام للمثقفين اول واحد اقترح احنا انتعرف عليك احنا بنوثق له حكاية لانه فيه ناس ليهم ادوار وتاهوا في الزعمة فكريم سامي مغاوري هو صاحب فكرة اعتصام للمثقفين بالضبط وتم المصادر عليه في الاجتماع اه يعني الناس اللي لأ لأ ما ينفعش لانه كان فعلا هذا الاختيار او هذا البديل ده البديل ده مطروح بس في مجموع دي اه فهم مش عايزين يحرقوه مش عايزين يحرقوه اه 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 لانه كان حصل قبل كده في اجتماع بتاع هشام عبد الخلق الاجتماع الاولين طرح احد السادة السينمائيين انه نحتل المسارح نحتل المسارح وانا وناصر الحقيقة اعترضنا بشدة لانه المسارح دي مش لستنكار لا 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 المسارح دي اهدت ناس اه وبالتالي انا لما خش مسرح نمرة واحد انا حصطدم بالناس اللي هي اهدتها المسرح ده اه فحيبقى الصدام مش بيني وبيني مش بيني الاخوان لا ده مع الناس اه ناس وممكن يكونوا مرفضين الاخوان كمان بالزبط الحاجة التانية ان انت دخلت في مكان مقفول من السهل جدا انه يتقفل عليك البيبان وخدع مية ونور وعط وخليك اه اه فانت كده حطت نفسك جوا مصيدة فعشان كده رفضنا الفكرة دي اه فكرة انه يتم احتلال المسارح احتجاجا على تعيين الوزير الاخوان بالزبط اه وكانت الفكرة انه ان احتل المسارح ونشجله فهمت مش هنقدر يعني ده مش هينفع هنصطدم بالناس الناس اللي مننا اللي هم موظفين في قدر بالزبط بالزبط بالنسبة له مجدية بالزبط اه وبالتالي كان مجموعة صغيرة قوي اللي عارفة فكرة اللي بتتناقش انه يبقى في احتمالية اعتصاب اعتصاب اه فجي كريم طبعا كده هيحرق الخطة اه هيحرق الخطة فالناس يعني اه فالناس لكن يوذكر لي ان هو اقترح الحكاية اقترح الحكاية دي حقيقة اه وتم في هذا الاجتماع انه هنعمل اجتماع بعديه في ثلاث ايام في المجلس العهد اه لكن في نفس الوقت كان في مجموعة صغيرة قوي عارفة انه في نفس التوقيت هيتم احتلال الوزارة اه في اللي هو يعني على ما يجي الاجتماع اللي هو بعد الثلاث ايام ده حيبقى الناس اه معظم الناس متجه الى المجلس الاعلى اللي هو على بعد خطوات من الوزارة اه وناس بتحتل الوزارة اه فيبقى هنا فيه ظاهير بعد ما يتم احتلال الوزارة اه الظاهير ده يتوجه الى الوزارة يتقال له لا الاجتماع مش هنا فمش هنا هيبقى هناك بالظبط عشان ميبقاش العدد كبير اه المجموعة اللي كانت عارفة ده كان مجموعة مين بقى اه لو حضرتك تذكرهم اه كان خالد يوسف مخرج خالد يوسف محمد العدل محمد هاشم مخرج تليفزيوني السيد الجناري ماسك عزين القناة الصقفية دلوقتي هم هم دول اربعة اه وكان المفروض انهم كل واحد فيهم يتصل لمجموعة محددة بدون استخدام تليفون عشان ما ترصدش يروحوا في معاد معين الى الوزارة ويطلبوا مقابلة الوزير فحيخشوا اه الفكرة دي الخطة دي الخطة اه اه فبعد ما يخشوا يعلن اعتصامهم في داخل الوزارة اه وطبعا دي زي ما بنقول كده التصور الاول ليه فكرة ان الاعتصام هيتعامل ازاي بالزبط اه واختاروا كل واحد من الاربعة دول يتصل بمجموعة بمجموعة او يوصل لمجموعة اه المجموعة دي مفروض ان تبقى رموز مش اي مجموعة اه مش اسماء اسماء ناس اه اه الاستاذ بهاق طاهر نبيل حلفاوي سيد حجاب اه اه محمد فاضل احمد نوار من كل الاتجاهات اه اسماء معروفة اه اه لما هيتقالن ندول فتحي العسال السهير المرشدي يعني يعني مجموعة دخل اه لما هيتقالن ندول موجودين فده ببقى ليه مش هيبقى ليه صدى مصري فقط ولكن صدى عربي ودولي ايضا لان هما نجوم معروفين برا بالضبط احنا محتاجين توقف عند الملامح الاولى دي لحد ما يوم التنفيذ حصل ايه لكن قبل ما نروح لده انه في سر المثقفين في تحركهم ده صحيح حضرتك قلت ان هما خايفين على هوية البلد لكن هذا الحماس والتحرك ضد جماعة انتو عارفين انها جماعة دموية لا تتورع عن القتل لا تتورع عن يعني انها تفعل اي شيء كان ايه المحرك الاساسي لمجموعة المثقفين المصريين وانتو ماشيين في هذا الطريق هو الحقيقة احنا شفنا ان مصر بعد ثورة ضخمة بتروح اه بتضيع بيستولي عليها فصيل وفصيل من وجهة نظرنا حيرجعنا قرون للخلف اه يعني يعني فعلي كانت قراءة المثقفين المصريين جدا معظمهم اه في بعضهم قال لا احنا نقدر نعدل ونقدر نصلح ونقدر ومش ممكن يكونوا هما بالغباء ده ومش ممكن يبقى هما لكن ده اللي حصل فعليا احنا كنا شايفين ان احنا بننزلق اه خلاص يعني مش مفيش مفيش حاجة بتوقف المنحضر عمال يخد الكرة وعمالها تكبر 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 وابتدى يعني مش بس مسألة ان الابرة لا ما يبقاش فيها بليه لا ده اسر الثقافة بقى فيها خطب جمعة والنشاط المسرحي في البيوت الفنية بوقف يعني تحت دعوة الميزانية فيه حصار حاجات اه يعني هو الخطر هنا كمان يعني احنا ممكن تبقى فيه ازمة مثلا ففيه بعض الانشيطة تقف صحيح لكن انت كنت قدام دولة دي قناعتها انه الفن ده مرفوع ممنوع بالضبط مش عايزين بالضبط وبعدين بعد ما كان بقى بيتقال زمان يعني هي حالة كاملة اه بعد ما كان بيتقال مازالا زمان الشرعية للشارع لقى بيت الشرعية للمجلس مجلس الشعب التاعه اه للنظام ده اه 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 شرعياني يابية واول صدام خالص انه اول اجتماع للمجلس الشعب راح للمثقفين وممثلين في جبهة الابداع عشان يقدموا طلباتهم لهذا المجلس فتضربوا اه اه المجلس كان محاصر بكتاب الاخوان اه فانت هنا تحركت لانك انت كنت شايف ان فيه بلد بتاريخها بتراثها بيضيعها بيضيعها طيب يتحول هنوصل بقى ليه اليوم الاول يعني انه اربع عارفين المعاد هيكلموا عدد من المثقفين الاصحاب الاسماء الكبيرة ويروحوا يطلبوا مقابلة الوزير ثم يعتصي كيف تم بقى التنفيذ على الارض وازاي يوميات هذا الاعتصام اللي انا كنت شايف انه حقيقة ملحمة ملحمة نضالية وسورية عظيمة جدا اذا سمحت لي نستكمل ده في الحلقة القادمة بشكر حضرتك شكر مؤقت مخرجنا الكبير الاستاذ الصام السيد كنت معنا في الشاهد ونستكمل حلقة القادمة ان شاء الله بشكر حضرتك وشكرا لكم